السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هذا نهاية ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العقوب هو في حقيقة دواء في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم اياه هو دواء بسيط سهل كما كتعرفو ارتهاب العرقوب كيجي من تقل يعني لكان الارنب يعني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب اه التهاب العرقوب وهو واحد الجروح كتجي على مسألها ما عنديش هاد الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسر لكم كيفاش تتعاملو مع ارتهاب العرقوب ارتهاب العرقوب بالدرجة كي تقولوا واحد الارنب معرقب معرقب وهو الارجل الخلفية ديالو كيكونوا يعني فيهم واحد جروح كي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين اذا هاد الجروح بالنسبة للانثى ما كتكونش مزيانة لانها ما كتوقش مراقبة الصغار ديالها ما كتولدش مزيان كتكون ديمة فيها الحرارة حرارة يعني في الجسم ديالها بالنسبة للضاكار ما كيبقاش يلقح لان الذكار يبقى يطلع فوق الانثى من يكي بغى يطلع يطلع يقوم بالعملية التزاوج دياله انه يضروا هذوك الجروح اللي عنده في الارجل الخلبية دياله وبالتالي انه ما كيلقاش اذا الناس اللي بغوا الدواء معروفة بلو دميتيلان واحد در شاشة زرقة الناس اللي ما عندهمش امكانيات انه دي ما كان هذا المشاريع ديالي مع الناس الفقاراء اللي ما عندهمش اللي بغين يطلعو هاد الارانيب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم لما لا اذا كين الناس اللي غادي بقوا يديروا يعني غل يعني نقولوا مثلا دماضات مثلا غادي يشد هذوك الجروح ويدلوا واحد فاصمة مثلا ويخلي هذوك الجروح تيبرع لخاطر تالي القادية تهي كينه ولكن الناس كيفش اسمه يستعملوا هنايا كيستعملوا فازلين هنتم ما فازلين فازلين العادية اللي كدير في الرجلين ولا كدير في اللي الدين إما ديال الحاماض ولا ديال الورد دراك عارفين انتم ما هي فازلين رما كينين بزاف ديالانواع المهم انه اسمه كيدير هاد فازلين هاد هاد البومادة هادي انتم ما نقديروها يعني كت كتمتاز بواحد الليونة انتم ما شوفوا كيفاش داينها كتخلي واحد الليونة في الجلد هادي كيهنايا كيدهنوا بيها كيدهنوا بيها يعني الارجل يعني البلاصة ديال البلاصة فين كين الجرح اسمه كيوقع ان هادك الجرح اولا كيولي ليين ما كيقصاحش وكيبقيت جرح ديما ثانيا انه كيولي بعيد عن الهواء ان الهواء وكذلك الجراتيم تقولوا لي انتم ما لا ممكنش تكون بعيد عن الجراتيم ولكن مني كيولي ليين ليين كونوا متأكدين ان الهواء والبرد ممكن انه يكون يعني القفص ملوت هاد فازلين هادي مني كتديرو هادك الجرح هادك الجرح بحالي نقولو كيتصد مني كيتصد الجرح كونوا متأكدين ان مع المدة كيولي هادك الجرح كيتكون واحد طبقة ساميكة فوق منو انها واحد سيدة جرب هاد القادية هادي انا ما جربتاش ولكن بغيت نشاركو لان هاد العبو هادي كتدير خمسة درهم ممكن انكم تديرو منها غيش ويرا عامرة كلها شوفوا الحجم ديالي يدي يرا عامرة باكملها ممكن انكم تشريوها وقد تستعملوها ليكم انتمو وف نفس الوقت تديروها لالالالالالجرح اليك يجيو على مسوى الارجل ديل الاراني كونوا متأكدين انو مع المدة يرا كتديروها الغيش في يوم الثالث تشعر الجرح بدك يلتائم يعني هذي مجربة مديرينها تليين الجلد يعني هما ديرينها الرجلين ولكن الناس يديروا حتى الجرح الالانب ديال التهاب العرقوب إذن هذه حلقة يعني اي حاجة كنشوف الناس يديروها يعني اللي ممكن أن تكون متاحة كنوريها لكم هذي فازلين كتديروها التهاب العرقوب لها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثمن ممكن أنكم تستعملوها لكم والآن نبدي لكم إذن ديال الحلقة ديالنا هذي نهار كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جيم بشتسندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله